يوم الخميس من الإسبوع السادس من الصوم الكبير من أيوب الصديق بركاته على جميعنا وأجاب أليه أيضا وقال أتحسب من العدل أن تقول أنا أبر من الله وقد قلت ماذا يفيدني وأي شيء أنفع لي من أن أخطأ أنا أجيبك في الكلام أنت وأخلاءك معك تطلع إلى السماء وانظر وتأمل الصحب إنها أرفع منك فإن أنت خطئت فماذا تؤثر فيه وإن أكثرت من المعاصي فماذا تلحق به وإن كنت برا فبماذا تمن عليه وماذا يأخذ من يدك إنما نفاقك يضر إنسانا مثلك وبرك ينفع ابن آدم من كثرة العصف يصرخ الأزلاء ويستغيثون على أزرع الأعزاء ولا يقولون أنا الله الذي صنعني والذي ينعم بالترنيم ليلا والذي رفعنا على بهائم الأرض علما وعلى طيور السماء حكمة هناك يصرخون من تشامخ الأشرار وهو لا يجيب إن الله لا يسمع لفاعل السوء فإن القدير لا يلتفت إليه وفي حين قولك له إنك لا تلتفت إليه تكون الدعوة بين يديه فانتظره أما الآن فإذ لم يفتقد بغضبه ولو يشدد العقاب على المعاصي فتح أيوب فاهب الباطل وأكثر من الكلام عن غير علم إن مجدا للثالوس والقدوس إلى هنا أمين